اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي وانبأنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص وانبأنا عمر بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن يزيد بن اوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم أخفرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصل الصبح حين طلع الفجر وصل الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثله ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال صل معي وصل الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان في كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حين غاب الشفق قال ثم صل الظهر حين كان فيء الإنسان مثله والعصر حين كان فيء الإنسان مثله والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك قال حدثني الزهري وإصحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الداهب إلى قباء فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون وقال الآخر والشمس مرتفعة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الداهب إلى العوالي والشمس مرتفعة أخبرنا إصحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي أخبرنا إصحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو علقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى ألس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت العصر فقالوا له عجلت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامته عن ابن شهاب عن برد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصي فصنع كما صنع بالأمس فصل العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصل المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصل الغداة ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته أخبرنا قطيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرني عمر بن هشام قال حدثنا مخمد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصل الفجر ثم أمره حين زال في الشمس فصل الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشقق فأقام العشاء ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشقق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويقصرون مواقع سهامهم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سبعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمر قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفاق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال إملاء عليه حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشقه ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول أنتصف النهار وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفع ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفاق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفاق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر فأسفر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحب الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح قم يا محمد فصل فقام فصل الصبح ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصل الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصل العصر ثم جاءه للمهرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل فصل المهرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل فصل العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل فصل الصبح فقال ما بين هذين وقت كله أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصرة والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رخبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سادم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلام قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحط الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة قال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إليه كما أشار ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبها ماه طرف الأذن مما يلي الوجد ثم على الصدق وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطف شيئا إلا كذلك ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا أصبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماة عن جابر بن سبرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري وأخبرني عمر بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل والأفرل بن حمير أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال 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 ابن جريت وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلشوم ابنة أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة أم المؤمنين قال أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أهبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يفقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلب أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وثقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤثر إلى شطر الليل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنث هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل فلما أنصلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال إنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في حديث علي إلى شطر الليل أخبرنا عطبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الخدري عن سفيانا عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتف بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه النجابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداء فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن ثما يعرفهن أحد من الغلس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثارث عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خربت خيبر مرتين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلاء قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتاد عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى والنفظ له قال حدثنا حدثنا يحيا عن عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عادي قال أنبأنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد عن شعبة عن أبي صدق عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب إذا غربت الشمس ويصلي العشاء إذا غاب الشقق ثم قال على إثره يصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماع عن موسى بن أعين عن أبي عمر الأوزاع عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمهة أو غيرها فقد تمت صلاته أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته أخبرنا قطيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دمت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رفول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهنية يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أخبرنا ختيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنبأنا خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا بن عيينة عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريت عن ابن شهاب عن عقاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبذغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أخبرني محمود بن غيلان حدثنا الوليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عقاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا الفضل بن عن بسة قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يخي بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخير الصلاة حتى تشرك وإذا غاب حاجب الشمس فأخير الصلاة حتى تغرو أخبرنا عمر بن منصور قال أنبأنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيا سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلية يقول سمعت عمر بن عباسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدعي الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدعي الصلاة حتى يفي ألفي ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نخية مرتفعة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قر أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة قالت عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى أمه أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا والأسود قالا نشهد على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلىهما أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن أبي سلم أنه سأل عائشة عن السجدتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلىهما بعد العصر وكان إذا صلى صلاة أثبتها أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قال شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذر قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشبس فقال كان عبد الله بن زبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتين عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قاما يركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى قال نعم جوف الليل الآخر فصل ما بدى لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت وقال أيوب فما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر ثم صل ما بدى لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدى لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان أخبرنا محمد بن منصور قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي زبير قال سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد منا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخبرنا قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزير الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاهت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أصبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كثير بن قارا وندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يرتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهرة وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصر مقال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعلى ذلك من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت بن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على إثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمس وأنبأنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان والبفض له عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء أخبرنا المؤمل بن إهاب قال حدثني يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فجمع بين الصلاتين بسرة أخبرني عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق أخبرنا محمد بن صالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا لك فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يتائره وغابت الشمس فلم يقل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصل بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا العطاف عنها قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يعيد ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قار وندا قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر فقال لا إلا بجمع ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانة الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك فأقام فصل الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانك فصل العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى رابت الشبس فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فقال كفعلك الأول فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصل المهرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصل العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل لهذه الصلاة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن نوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا محمد بن منصور قال أنبأنا سفيان قال سمعت الزهرية قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل له لماذا قال لألا يكون على أمته حرج أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريت عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أنجابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بننر فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا قتيبة بن سعيد عن نالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء فلما فرر قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا بجمع وصل الصبح يومئذ قبل وقتها أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أحراق الماء قال فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النفعي سمعه من أبي عمر عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال إقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل أخبرنا يحيا بن حكيم وعمر بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه كان في مسجد عمر بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأدان ويتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى واللفظ ليحيا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن ختادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا حجاج الأحول عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباع عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها أحدكم من الغد لوقتها أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصل إذا ذكرت فإن الله تعالى يقول أقن الصلاة لذكري قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقن الصلاة لذكري أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقن الصلاة للذكر قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مريد بن أبي مريم عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام التستوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك عليه فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء ثم قاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداد أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلم عن عمر بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال توضأوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر أخبرنا 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 أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقر حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس أصلى وهي صلاة الوسطى أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصار وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أخبرنا بشر بن معادل قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذور قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو مثل أذاننا هذا قلت له أعد عليه قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن همام بن يحيا عن عامر بن عبد الواحد حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر للأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد هو اللفظ له قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلخينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به فسنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم إليه وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع فامدد صوتك ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم ادعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريت عن عثمان بن السائد قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذننا رجل رجل وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ابن جريج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك ابن أبي محذورة أنه ما سمعا ذلك من أبي محذورة أخبرنا حاجب ابن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي خلاب عن مالك ابن الحوير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي وقال مرة أخرى أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن مالك ابن الحوير قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عن من تركناه من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلاب عن عمر بن سلم فقال لي أبو قلاب هو حي أفلا تلقاه قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا فلما قدم استقبلنا فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآن أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال أنبأنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أنسائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصل ثم قال هذا وقت الصلاة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا أخبرنا محمد بن سلم قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازيني عن أبي أنه أخبر أن أبا سعيد الخدرية قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صلاة صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيا عن أبي هريرة سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويارس أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رقب ويابس وله مثل أجر من صلى معه أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفرق أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن ديثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوسن يقول أنبأنا رجل من تقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه أنجابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاهت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنجابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصل بنا المغرب ثم قال الصلاة فصل بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعفة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ثم حدثنا عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي لئب عن الزهري عن سارم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدفة صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي لئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي زبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلا الظهر ثم أقام فصلا العصر ثم أقام فصلا المغرب ثم أقام فصلا العشاء أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا زبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والإشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة الأشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم أخبرنا قطيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدث عن معاوية بن حديد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما تسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله ثم قال إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله فنظروا فإذا هو راعي غنم أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن أبا عشانة المعافرية حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من ضاعي غنم في رأس شضية الجبل يؤذن بالصلاة ويصنر فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجلة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع عن زرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاة الحديث أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنا مثنا والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن مالك بن حوير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أحدكما أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخفر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء إن يدري كم صلى أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخبرنا ختيبة عن مالك عن الزهري عن عقاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أخبرنا يا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن أبو كير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة أخبرنا يسويذ بن نصر أنبأنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حليف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمدا رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جغير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال أخبرنا مجهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمر بن يحيا أن عيسى بن عمر أخبر عن عبد الله بن علقمة بن وقاس عن علقمة بن وقاس قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمر القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثك المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيا عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة بين كل أدانين صلاة لمن شاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عمر بن عامر للأنصر عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أدن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأدان والإقامة شيء أخبرنا محمد بن منصور عن سفيانة عن عمر بن سعيد عن أشعة بن أبي الشعتاء عن أبي قال رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطع فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال أخبرنا أبو صخرة عن أبي الشعتاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال عن بأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي لئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اتجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فوصف أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضع أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن مهمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرشت أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمر بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلم عن أيوب عن أبي خلاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السكة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق فقال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال أربعون عاما والأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه أخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكانا من أصحاب أبي هريرة أنه ما سمعا أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا أن نستخبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتناومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن شميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار عن أبي سلم عن أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم من بري هذا رواتب في الجنة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهر بن حنيث قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى أخبرنا يا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبا يعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضى وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن الغلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طيئ فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بن عمر بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بن النجار فجاءوا متخلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفة وملأ من بن النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بن النجار فجاءوا فقال يا بن النجار تامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نسل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنسل فقطعت وبالخرب فسويت فصفوا النسل خبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قالا قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا وصوروا تيك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا ابن أبي رئب قال حدثنا الأسود ابن العلاء ابن جارية الثقافي عن أبي سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها أخبرنا إسحاق بن منصور قال أحدثنا يحيا عن ابن جريج قال أحدثنا عطاء عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراس فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقية فمن أكلهما فليمتهما تبخى أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيا بن سعيد عن عمره عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الغرة ربن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من كريش رمية في الأكحن فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعت ركول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سوار المسجد مختصر أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجبت أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعم أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بن صالها قال نعم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال لنا أصلى هؤلاء قلنا لا قال قوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتي وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النظر قال أنبأنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تنيم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وتفارتها دفنها أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاق ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينه وبصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلى فهكذا وغزق تحت رجله ودلكه أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد الجريعي عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى حمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأبا أسد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم عن أبي قتالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أنا يحيى بن ميمون حدثه قال سمعت سهلا الساعبية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمة الصلاة صلى الله أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمر أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعيد وقد انتروا في المنبر ممعوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سمناها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواد أجلس عليهم إذا كلمت الناس فأمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمر بن يحيا عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيا بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمر بن يحيا على قوله يصلي على حمار وحديث يحيا بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الندينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة أخبرنا قطيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحبته في السفر حيثما توجهت قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجل توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤسرة الرحمة أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركز الحربة ثم يصلي إليها أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فاليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري فأغلقها عليه قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يزيد قال حدثنا يونث عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصاند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبة أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن العباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصل النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرى ولم يؤخرى أخبرنا أبو الأشعف قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت بن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كربت أن أقوم فأمر بين يديه إنسللت سلالة أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطوى في أحد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معطرضة بينه وبين القبلة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أي قضني فأوترت أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوية قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المخبوري عن أبي سلم عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقال أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمله وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى خبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن عمر بن أبي سلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلم وابعا طرفيه على عاتقين أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني لأكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه قال وزره عليك ولو بشوكة أخبرنا عبيب الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهر بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل لنساء لا ترفعن رؤسكنا حتى يستوي الرجال جلوسها أخبرنا شعيب بن يوسف وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن عمر بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليأمكم أكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوحة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا إست ابنك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيا عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبك وأنا حائض وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أخبرنا قطيبة وعيسى بن حمد زغبة عن الليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عوة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ثم قال شغلتني أعلام هادث اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن عمر يقول سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد وأنا حائض طامت فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعلى مثل ذلك لم يعده إلى غيره أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على قفتي ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا أخبرنا عمر بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مارك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلي قال نعم أخبرنا عبيض الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيا عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضعنا عليه عن يساره أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر أخبرنا زياد بن أيوبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن أب العالية البراء قال أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت فألقيت له كرسية فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه وضرب على فخدي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخدي كما ضربت فخدك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخدي كما ضربت فخدك فقال عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة أخبرنا قتيبة قال أنبأنا قضيل بن عياض عن الأهمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تأم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكرمته إلا أن يأذن لك أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي وقال مرة أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيا عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نطرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أخبرنا إبراهيم بن محمد التيني قال حدثنا يحيا بن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمر بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر أخبرنا محمد بن المتنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرى قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن أبانا بن يزيد قال حدثنا حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولا منى عن مالك بن الحوير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفل عن ابن القاس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عكبان بن مالك كان يأم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون ظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيت مكانا أتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروق حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمر بن سلم الجرمي قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآن فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآن فنظروا فكنت أكثرهم قرآن فكنت أأمهم وأنا ابن ثمانسين أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فصف الناس طفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاة ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد كان قتال بين بني عمر بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل الظهر ثم آتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل شق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له إمضه ثم مشى أبو بكر القفقر على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر لا منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت فقال لم يكن لابن أبي قحافة أن يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نطرة عن أبي سعيد الخدري أن نبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الجرير عن أبي نطرة نحوه أخبرنا محمود بن غيلان قال أحدثني أبو داود قال أنبأنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدة وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيا يعني ابن يحيا قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي زبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظفرة وأبو بكر خلفه فإذا كبر رخول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنثرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة بن ثفيان بن فروة الأسلم عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود تأبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا فجئت إلى مولايا فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه قال أبو عبد الرحمن بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليتة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرت أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالته فقال قوموا فلأصلي بكم قال في غير وقت صلاة قال فصلى الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بأنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولا لعبد قيس أخبره أنه سمع كرمة مول بن عباس قال قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معنا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا بن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمار عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا قال أبو عبد الرحمن أبو معمار اسمه عبد الله بن سخبر أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبدني رجل من خلفي جبدة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضل قلت يا أبا يعفوب ما يعني بأهل العقد قال الأمراء أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فمن صرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداع فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة أخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا 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 فولذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي أخبرنا علي بن حجر أهبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا ثفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتاد قال حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال راسوا ثفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي لفت محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحبث أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تمين بن طرفة عن جابر بن سمرت قال فرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصف الأول ثم يتراثون في الصف أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال حدثنا عبدالله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل أخبرنا إسحاف بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن نسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمين أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافة أخبرنا قطيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاء قال سمعت عبدالله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتاله عن يونث بن جبير عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة فأرم القوم قال يا حطان لعلت قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتبك أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن محارب بن بيثار وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاه فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ ثورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أخبرنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأهمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقلت لحفصة قول له فقالت له فقال إن كن لأنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب لي تأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقم كما أنت قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالس وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لا وهم يمتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة مثل قوله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صل بالناس فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهدى بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي كرم الله وجهه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معهد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يأمهم فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يأمهم فقرأ سورة البخرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا وإن تأخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بثورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب واضح نعمل بأيدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين ركعتين أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة لفذ بسبع وعشرين درجة أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسا وعشرين جثة أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة لفذ خمسا وعشرين درجة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتاب عن أبي نظر عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولا لعبد القيس أخبره أنه سمع كرمة قال قال أخبره صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح وقال أشهد فلان الصلاة قالوا لا قالوا قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتذرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قوي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين أنبأنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري أخبرنا هنال بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أحفظكم فاتجعوا فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائر بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك قلت في قرية دوين حمص فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية قال السائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة أخبرنا قطيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطر ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سميما أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم ثنة نبيكم ولو تركتم ثنة نبيكم لضللتم وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له لكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له فلما ول دعاه قال له أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا خاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوب أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي هلا ولم يرخص له أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يأم أصحابه فحضرت الصلاة يوم فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن طحلاء عن محسن بن علي الفهري عن عوش بن الحارث عن أبي هريغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد وجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشية حدث أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلم حدث أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبة أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما وقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماع فصليا معهم فإنها لكما نافلة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذفن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب ففلي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمر بن شعيد عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفن لك أفن لك قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظلنت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا قال ماذا قلت أفست بي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحو أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة أخبرنا يسويد بن نصر قال قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال حدثني عمر بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمر بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة أخبرنا يحنى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم تلي من خلفنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح يعني بن قيس عن ابن مالك وهو عمر عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لألا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت ابطه فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر تحدث أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه إني أبصر من ورائي كما أبصر بين يديه أخبرنا قطيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلنا إن لم نطقه سمعنا قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند ظهر صلى أربعة ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ثنتين ويصلي قبل العصر أربعة يصل بين كل ركعتين لتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة قال من يطيق ذلك ثم أخبرنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سارم وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو بن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سارم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استتحت تكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود أخبرنا قطيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة يتكبر ورفع يديه حتى حاذتاء أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوتها أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتاله قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروب عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حادتا فروع أذنيه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبها ماه تحادي شحمة أذنيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان يرفع يديه في الصلاة مدى ويسكت هنيها ويكبر إذا سجد وإذا رفع أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلى ذلك ثلاث مرات فقال رجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن عمر بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا اسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي النوائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حادتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرصغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتين ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وفتر 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 رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخهه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبدالله بن المبارك واللفل عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده فلما صليت قلت لرجل من هذا قال عبدالله بن عمر قلت يا أبا عبدالرحمن ما رابك مني قال إن هذا الصل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن سفيان بن سعيد بن الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة أن عبدالله رأى رجلا يصلي قد صف بين خدميه فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن أبي عبيدة عن عبدالله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمهرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيد بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفلح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اللهم هديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئة الأعمال وسيئة الأخلاق لا يقي سيئة إلا أنت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عم الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حمر قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ أخبرنا عبيد الله بن فضالة بإبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليما عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعفر بن سليمان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتاد وحميد عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فاستتحوا بالحمد لله رب العالمين أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا لبو ما أضحكت يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آليته أكثر من عدد الكوافب ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثنا الليث حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنبأنا أبو حمزة عن منصور بن زازان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة باسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتالة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمى أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن مياث قال أخبرني أبو نعامة الخيفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل إذا سنع أحدنا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيف أبي بكر وخيف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز لراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سنع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر ذنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ أحرفا منهما إلا أعطيته أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن نبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج كنت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم أخبرنا الحسين بن خريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطول أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم قد خال جنيها أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصر فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خال جنيها أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن أخبرنا الجاروت بن معاذن الترميلي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد للأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الرحمن كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد للأنصاري أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صناة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذا فالتفت إليه وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال أبو عبد الرحمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا نسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلا أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلم أنهما أخبرا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يكلمه أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا فما نهنها شيء دون العرش أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قومه عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعته شام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها قلت من أقرأك هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ كما كان يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاس مخال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته وحتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنه ما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما يتيسر منه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني عفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تقيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تقيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تقيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف فيه الحكم خالفه منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسل أخبرني عمر بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معفل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعبل قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف قال أبو عبد الرحمن معقر بن عبيد الله ليس بذلك القوي أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدري منذ أسلم إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال الآخر ألم تقرأني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأي القرآن على حرف قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل حرف شاف كاف أخبرنا قتيبة عن نالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبر المعلقة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر في الأولى منهما الآية التي في المقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قال إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فللتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن سيار يعني بن سلام عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إليها أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أمه شام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والمخل باسقات لها قلع مضيد قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعود المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمر بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللطب له قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رفول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي كريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لا ميم تنزيل وهل أتى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان وأخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة ابن خالد عن جعفر ابن المطلب ابن أبي وداعة عن أبي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن خصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبر أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أنبأنا ابن أبي لئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء انشقت أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء انشقت وقرأ باسم ربك أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلى السماء انشقت وقرأ باسم ربك أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن التيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتم وقرأ سورة إلى السماء انشقة فسجد فيها فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رخبة عن عطاء قال قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رفول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا صالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رفول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قطيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن خيس عن قزعة عن أبي سعيد الخضري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القنات قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتاد تحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح أخبرنا أخبرنا عمران بن يزيد بن خارد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتاد تقال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتاد أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قال كان أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخرين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من صناة الظهر أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وعن أبي سلم عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلم عن سماك عن جابر بن سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يقشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال يا جارية هل أمي لي وضوء ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يجم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بثورتين طويلتين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن بيثار عن جابر قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصل الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيع أن عبد الرحمن بن هرمز حدث أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدث أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر قال نعم قال فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف لا مين صاد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليثة أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبر أن زيد بن ثابت قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين قال الأعراف أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشاب بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال رمخت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم لقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطى قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله قال الجنة أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخطري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساخ عن ربيع بن خثيم عن عمر بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن بيثار عن جابر قال قام معاذ فصل العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعنى والضحى وإذا السماء فطرت أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منه فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعنى والليل إذا يخشى وقرأ باسم ربك أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتم فقرأ فيها بالتين والزيتون قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم